المنتخب هايل هتقول لي كامي عم كريم من عشر هقولوكو تسعة من عشر طب إيه اللي ناقص منتخب مصر حاجتين بعد مباراة موردهاني بعد ما اتفرجنا خلي بالكم احنا كل حاجة بتظهر بعد ما بنتفرج بنقعد نحلل ونقيم ونشوف إيه اللي ناقص منتخب مصر أنا بالنسبالي الماتشاط اللي بتتلعب في مصر هنا الفرق كلها بتيجي تدافع كل الفرق اللي بتيجي تلعبنا هنا في مصر بتيجي تدافع تعمل زون ديفنس وورا وتلعب على جمهات المرتد أنا محتاج إيه بقى عشان أقدر أخترق الفرق دي إحنا مسكين كرة وبنهاجم وبندغط بس عندنا مشكلتين أنا شايفه ماتش موريتانيا ده كان عندنا هم مش مشكلتين هم حاكتين نقصين عشان ما أقولش اللي هم مشكلتين إحنا إحنا الأحسن إحنا الطرف الأفضل مرتخب مصر الأفضل من موريتانيا طول الماتش طول الماتش وإحنا لما مسكين الكرة وإحنا بنقطع يعني لما الكرة بنفقدها بنجيبها بسرعة بيجيب الكرة تاني بسرعة ده معناه إحنا بنضغط كويس جدا بنسلسل بندور الكرة كويس جدا في الملعب لغاية ما بنلاقي مساحة نقدر نروح فيها سواء من ناحية صلاح أو من ناحية ترزيجيه أو حتى من العمق برغم أن كان إيه بنفتقد شوية مصطفى محمد في بعض الكور إيه بقى الحاكتين اللي هم نقصين منتخب مصر إحنا لما بنلعب هنا في مصر الفرقة كلها منتخبات بتيجي الدافع مبقاش محتاجة اتنين في نص الملعب بنوعية ماروان عطية وحمد فتحي ببقى عايز واحد بلي ميكر يعني لما بكون بلعب هنا على أرض في مصر إحنا بنضغط جامد جدا بنستحوص كويس قوي بس بيبقى عندنا شوية في نص الملعب يعني ماروان وحمد فتحي بالأدوار اللي هم المكلفين بيحس ان هم اللي اتنين ستايل واحد ببقى محتاجة لعيب نص ملعب جنب زيزو يعمل للإضافة الهجومية لعيب كورة يمسي كورة زي إمام عشور زي إمام عشور طبعا كان في حسام حسن عنده حق المعسكر ده اللي هو مضموش زي ناصر ماهر زي عبدالله السعيد عبدالله السعيد مش هيروح المنتخب بسبب العمر كبير شوية أو السن كبير شوية محتاج لعيب كورة بلي ميكر يلعب في نص الملعب وانا كده كده الفرقة كلها يعني الفرقة كلها بتدافع وبتلعب على المرتدة فمش محتاج اتنين رقم ستة في نص الملعب من كفاية ومروانة عطية يعني لازم نستبدل الحمد دي المطشاط اللي هنا مش المطشاط اللي برا مصر مع الفرق اللي هي في المستوى ده اللي هو زي موريتانيا وبوركينافاس والفرقة اللي حالي بلعبها يعني فرقة موريتانيا دي فرقة فوق المتوسط فرقة كويس عجبتني جدا الفرقة كلها اللي بتيجي تلعبني سواء في تصفيات كس العالم أو في تصفيات أفريقيا فلعب متوسطة وأقل من متوسط أنا كمنتخب مصر عايز أكسب محتاج حاجتين أنا بعد خلي بالكو أنا بقول الكلام ده بعد ما تفرجت على ماتش موريتانيا محتاج لعب بلاي ميكر في نص الملعب راجل يتحكم في رتم الجيم كده يمسك لي كرة زي ناصر مهر يحطوا كرة تحت رجله زي إمام عشور هتفرق معنا ببقاش محتاج أنا في المتشاط اللي هنا في مصر اتنين بنوعية مروان وحمد عايز واحد لازم يكون موجود زي مروان عطية يغطيلي على نص الملعب كله ويجري ويقبط ويقطع ويغطي هنا ويغطي هنا واتنين قدامه زي زيزو كده وإمام عشور زي زيزو وناصر مهر اتنين لعيبة كرة زي زيزو وتريزي جي ممكن تريزي جي يعملها كويس جدا عشان أقدر أختارك كمان من العمك أقدر أختارك من العمك إن لو عندي لعيب في نص الملعب بلاي ميكر هيقدر يوصل المهاجمين يعني مثلا الشرط الأول مرموش بيلعب فيروت مهاجم وإحنا قلنا هو بيلعب كده في إنتراك فرانكفورت في ألمانيا في فرانكفورت بس مرموش من نوعية المهاجمين اللي عايز ياخد في مساح يعني ما ينفعش يبقى محطة ويقف زي مصطفى محمد ويستلم والناس تسند عليه وكلام ده لأ مرموش عايز يجري وتتعمل له سروباس في مساحة سواء في العمكة أو على الأطراف دي مستو هيقدر يروح ويعدي وسريع والكلام ده وشويت ومهاري زي ما بنشوف كده في ماتشاط إنتراك فرانكفورت في الدور الألماني فاللي ناقصنا لعيب نص ملعب أنا بتكلم عن الماتشاط اللي في مصر مع المنتخبات بالنوعية المنتخبات اللي إحنا باللعبها دي عايز لعيب نص ملعب حريف يقدر يشغل الناس المهاجمين وعايز مهاجم زي مصطفى محمد ومرموش يلعب جنبه إن مرموش محتاج فرود محطة زي مصطفى محمد يسند عليه ويوسع لنفسه إن مصطفى محمد هيبقى ممسوك مصطفى محمد يزحلق له كورة مصطفى محمد يتحرك يفضي المرموش إن مرموش لما بيلعب لوحده مش هيظهر بالشكل ده هيبقى تحت الرقابة الدنيا بتبقى زحمة الفرق بتيجي تتكتل في منطقة الجزاء فبتتكتل فلما بيكون عندنا مهاجم واحد زي مرموش بصفات مرموش إن هو عايز كور في مساحات وعايز يجري وعايز مساحات فاضية مش هتلاقي مرموش في الزحمة إنت عايز مهاجم كمان فأنا بقول يعني زي ما عمر مرموش بيلعب في إنتراخ فرانكفورت إحنا في ماتش زي بتاع موريتانيا ده كنا نشغلين كتير جدا من على الأطراف لا محتاجين مصطفى محمد في الملع إن ما فيش حد جوه الثامنطاشر بيعرف يتعامل بالضربات الرقصية أو الكور العرضية ما عندناش مهاجم زيه ومصطفى محمد أو أسامة فيسر فاهمين قصدي فهي دي الحاجات اللي أنا أقصانا ونخلي بالكو دي بتبقى تكات كده من كابتل حسام حسن هو مع المطشط هياخد باله منها إحنا بناخد بالنا يعني أنا 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 أولا بطفا طبعا كابتل حسام حسن هو الأقرب لللعيبة لكن وانا قاعد بتفرج على المطش إحنا مسكين الجن تماما ضغطين بس مش عارفين يجيب جون ليه؟ إن عندنا شوية حاجات مؤسة يعني يزلعيب نص ملعب كده يمسك كرة ويتحكم في اللعب ويباصي ويعمل سروهات للمهاجمين وعايز مهاجم زي مصطفى محمد وجنبه عمر مرموش اللي اتنين لو دول لعبه جنبه بعض مع محمد صلاح ناحية المين وترزيجي نزل في نص الملعب هنكسر الدنيا طب حتقولين المطش الجاية كريم نعمل كده في موريتانيا هلوكوا لأ مطش موريتانيا هناك مختلف تماما على المطش الان مطش موريتانيا هتلاقي موريتانيا بقى حيستخدمه القوة والكورط طويلة ويحاول يتعبك والالتحامات والنجيل الصناعي مطش مختلف لا ده أنا محتاج حمدي فتحي بقى المطش الجاي يلعب في نص الملعب جنب ماروان عطيه عايزة اتنين رقم ستة في نص الملعب وعايز كمان زيزو يبقى قدامهم عشان يقدر ندافع كويس لما كرة تتقطع من منتخب مصر مطش مختلف تماما لكن مطش هنا احنا على فكرة كويسين وكسبنين اتنين صفر وعملين اداء رائع جدا وثلاث انتصارات متتالية لمنتخب مصر ما تحققتش عتى أرى بعض الأرقام كده ما تحققش الرقم ده من سنة 2001 يعني من 23 سنة ما كسبناش ثلاث مطشات وراء بعض في التصفيات اي تصفيات افريقي او كاس عالي ما كسبناش ثلاث مطشات وراء بعض فمشيين بشكل كويس بس انا باتكلم في شوية تاكات ممكن تفرق معنا من خلال رؤيتنا للمنتخب ممكن تطور وتزود اداء المنتخب المصر لان احنا بدور مصطفى محمد جوه 18 كل الكورة العرضية احنا بنوصل بنوصل من ناحية المين من ناحية صلاح بنوصل من ناحية الشمال من ناحية ترزيجي ومحمد حمدي ناحية تانية بس ما فيش الفينش جوه 18 ما عندناش حطي بيلعب بدماج كويس هتقولولي مرموش لعيب مهاجم كويس جدا بس محتاج ان هو يبقى معاه مهاجم محطة ويلعب هو تحته يقدر بقى يشتغل من على الجناح يقدر يشتغل من جوه من السرعات لكن لما بيلعب لوحده زي ما شفنا مترائب ومنتخب موريتانيا زحمة في 18 فالدنيا زحمة بالنسبة له لكن اداء مميز جدا من منتخب مصر الشوت التاني كمان لما جيبنا جون والمباراة فتحت الاداء المنتخب كمان الشكل بقى احلى اشتركوا في القناة